في نوع من البرسيم الذي تأكله عزهم الله البهائم واضن الان يشرب عصيره والذين يسيرون خلف البهائم اي معنين سبحان الله فالبرسيم نوع من البرسيم في بريطانيا معروف اسمه البرسيم الاحمر رحيق ازهار هذا البرسيم تنتص نوع من النحل اسم النحل الطنانة لا تصل اليه اي نوع من النحل الاخر تصل رحيق النحل هذا يواجه كان يواجه ايام بريطانيا العظمى حرب ابادة من فئران الاحراج الفئران التي تعيش في الغابات وقريبا من خلايا نحل العسر سواء الطنية او اللي على الشجر او مما يعرشون سبحان الله فكانت تفتك بمحاصيل بمنتج العسل المنتج من هذه الالاف والملايين من النحل الطنان ولكن الله عز وجل هو الذي اوجد هذا التوازن في الكون فالايام قتال الجنود البريطانيين والبحرية البريطانية في انحاء العالم وكانت لا تغيير عنها الشمس زوجات البحارة البريطانيين كانوا يشبهنا العوانس لان زوجها يسافر الله واعلم متى يأتي بعد ستة اشهر بعد سنة عندما تنتهي الحرب او الفتوحات فاولع زوجات المقاتلين العوانس هؤلاء سي ارملة او مطلقة او او كان هناك من قيم يعني لغياب زوجها انهم كانوا يعشقنا الهررة القطط فكثرت القطط فبدأت تتخلص من جزء كبير من الفئران فسبحان الله العظيم بدأ النحل العسل يكثر بدأ المنتج سبحان الله العظيم البرسيم الاحمر يكثر بدأت الابقار البريطانية تأكل وكان يذهب بها الى البواخر العملاقة والمدمرات عبر البحار بلحوم الابقار توازن كوني عجيب علاقة برسيم بنحلة بفقر بقط بزوجة متفرغة لحب القط سبحان الله برجل غائب كلها منظومة سبحان من نظمها سبحان من نظمها سبحان sz hack سبحان السبحان تعالي سب